اشتركوا في القناة ما فيه شك اخوانا عزاق ان فيه ناس كتيرة جدا مننا عندها هموم وعندها كروب وعندها ضيق كبير جدا في العيش بتاعها في الحياة بتاعتها طبعا الضيق اخوانا عزاق ان الشخص يكون متدايق متدايق من امور بتحصل حواليه متدايق من ناس بيكنوله الشر والشخص بيكون في ضيق بسبب انه هو عايش في مرض مثلا معين او مرض مزمن مش قادر يتخلص منه اه كمان اخوانا عزاق في بعض الاحيان بيبقى كرب شديد في حياة الانسان الكرب ده بيخلي حياة الشخص اه تعب وتعب نفسي فطبعا اخوانا عزاق ممكن تظهر احلام او علامات في المنام تدل على انك باذن الله هتخرج من الهم بتاعك ومن الضيق ده باذن الله طيب اخوانا عزاق هنتكلم عن العلامات دي بالتفصيل ولكن قبل ما اخش في العلامات احبا لكم اشتركوا في القناة وفعلوا زر الاشعارات ليصلكم جميع فيديوهاتنا باستمرار ولا حد عنده رؤية او حلم وحبيب يفسرها ممكن يكتب لنا في التعليقات وان شاء الله هنتوصل معاه ونرد عليه في اسرع وقت اول حاجة اخوانا عزاق قبل ما نتكلم عن الاحلام اللي هنتكلم عنها دي احبا لكم ان في علامات ممكن ما نقولهاش في الفيديو ولكن بتظهر في المنام مجمل العلامات دي او مجمل الاحلام دي اللي احنا ما بنذكرهاش ممكن يكون رمز بسيط جدا في المنام انت بتقوم سعيد وفرحان بيه فده ممكن يكون علامة اخوانا عزاق على خروجك من الهم والقرب يعني مش بس الاحلام اللي بنتكلم عنها في حاجات تانية كتير اول علامة من العلامات بتاعتنا دي رؤية الخروج من البحر طبعا اخوانا عزاق فيه ناس بتشوف نفسها ان هي في البحر في المنام وفي بعض الاحيان الناس كتير جدا بتشوف ان هي بتغرق في مياه البحر ولكن بتستطيع ان هي تخرج وتجازف او تكافح كده لحد ما توصل لجرف البحر وتخرج من المياه سليمة معافية طيب الخروج ده رمز مهم جدا على انك هتخرج من ضيق او من هم او من قرب ده في حالة انك بتخرج من البحر كمان ممكن تشوف نفسك مثلا واعت فيه المياه وشخص خرجك من المياه ديت ونقذك يعني دي علامة على الخروج من الهم او ان ربنا سبحانه وتعالى هيرسل لك ناس تساعدك على الخروج من الهم والضيق اللي انت فيه فرؤية الخروج رؤية جميلة جدا كمان اخوانا عزاق رؤية الخروج من الوحل زي ما احنا قلنا الخروج من البحر حاجة كويسة رؤية الخروج من الوحل الوحل اللي هو الطين او مسلا انت مشي في طريق والطريق كله طين ووحل انت بتخوط فيه وطبعا طريق طويل وانت بتخوط في الطين ده كل ما تلاقي نفسك خرجت من الطين ده اعرف ان انت بتخرج من هموم وبتخرج من ضيق لان الطين في المنام اللي انت بتدس فيه ده عبارة عن هموم عبارة عن مشاكل عبارة عن حاجات مش كويسة في حياتك فكل ما تخرج منها انت في امان ان شاء الله كمان رؤية الخروج من المقابر في ناس بتشوف نفسها ان هي ماشت في المقابر او بتحلم بالمقابر كتير جدا في المنام وتلاقي نفسها ماشية في المقابر الرؤية دي بتدل على ان الشخص ده مهموم ومكروب وبعض الاحيان الشخص ده بيكون بيعاني من حسد شديد جدا او سحر اعزاكم الله فلو الشخص رأى نفسه انه هو مسلا دخل المقابر وادر ان هو يخرج منها فدي بشارة لي وعلامة على انه ان شاء الله هيتخلص من الهموم ومن الضيق اللي عنده اه رؤية المقابر رؤية مش كويسة رؤية في بعض الاحيان تنزر الى وجود مسلا سحر معمولك او وجود حسد وحقد وخيانة اعزاكم الله. كمان اخواني اعزاكم رؤية الجلوس في مكان مضيق. يعني ايه الجلوس في مكان مضيق? يعني مسلا انت قاعد في قوضة. القوضة اللي انت فيها منورة كده وجميلة. دي علامة على انك ان شاء الله هتخرج من الضيق. كمان ممكن تكون قاعد برضو في قوضة او في منزل. والمنزل كله مظلم. ظلام في ظلام. ولكن تلاقي الضوء بدأ يظهر. وبدأت الدنيا تنور حواليك. دي علامة اخواني اعزاكم على انك هتخرج من الضيق ومن الهم. لان الظلام ده عبارة عن هموم. وعبارة عن مشاكل. وعبارة عن ضيق. في حياتك انت عايشه. فكل ما الدنيا تنور حواليك او المكان اللي انت فيه نور. ويبقى كويس والرؤية كويسة. دي علامة اخواني عزاكم على انك هتخرج من الهم بازن الله. كمان رؤية رجل مشهور في المنام. ايه رجل مشهور يعني ممثل سينما مسلا? ولا رجل مشهور ازاي? لا. رجل مشهور هنا نقصد به رجل مسلا في قريتك او في المدينة بتاعتك اه مشهور عنه بالصلاح والتقى. يعني زي مسلا امام مسجد رجل شيخ بتحفظ عنده قرآن. اه كمان ممكن رجل عالم مسلا مدرس كويس محترم. اه مدير مدرسة. الناس اللي هي بتبقى اه مشهورة وفي نفس الوقت على درجة من الدين ودرجة من العلم. الناس دي رؤيتها رؤية خير. رؤيتها رؤية جميلة جدا تدل على بركة. تدل على ان انشاط الله بازن ده لو عندك هم ممكن يزول. زي بالزبط رؤية المشايخ والعلماء. اه انك تشوف مسلا الشيخ الشعراوي. تشوف مسلا الشيخ اه مسلا اه ابو اسحاق. المشايخ اللي معروفة ديت اللي هي بعلمها وبدينها. فطبعا رؤيتهم بشارة وعلامة على ان الشخص هيخرج من الهموم وهيخرج من المشاكل. اه طيب فيه ناس بتشوف ممثلين مشهورين مثلا. دي الرؤية دي بتديك نتيجة تانية خالص ويمكن نقول لك ابتعد عن شيء انت ماشي فيه. كمان اخوان عزائي رؤية الاغتسال في المنام. تكلمنا عن الاغتسال في فيديوهات كتيرة والاغتسال فيه على الرؤية جميلة جدا تدل على زوال الهموم والمشاكل بازن الله. ان الجسم مسلا يشوف شخص يشوف نفسه ان جسمه متوسخ ورأى نفسه ان هو بيغسل جسمه من الاوساخ سواء طراب او طيد وبتغسل نفسك. دي علامة اخوان عزائي على انك هزيل الهموم هزيل الضيق اللي عندك هزيل الاوجاع اللي عندك بازن الله. رؤية الاغتسال في المنام رؤية جميلة جدا تدل على الخروج من الهم والخروج من الضيق وكمان بتدل على زوال المشاكل في حياتك بازن الله. اي شخص يكون عنده هموم وشوف نفسه بيغتسل ده حاجة كويسة. كمان رؤية جميلة جدا رؤية ممتازة جدا رؤية الكنز في المنام. الكنز في المنام طبعا في ناس كتيرة جدا بتشوف الرؤية ديت. اه تشوفها ازاي الرؤية ديت. يعني مسلا ممكن شخص يقول لك انت فيه في منزلك مسلا كنز او زهب مسلا مدفون. اه كمان ممكن تبقى ماشي في طريق زي صاحرة مسلا وتحس ان انت لقيت حاجة كده زي كنز. دي اخوان عزاء بشارة ليك بالخير والانتهاء الهم وانتهاء ضيق عندك. كمان اخوان عزاء رؤية قتل الافعة في المنام. اه طبعا زي ما قلنا الافعة في المنام. اه احسن تفسير لها ان هي حسد شديد جدا وخيانة. يعني مسلا شخص بيخونك او ان في حسد في حياتك شخص بيحسدك مسلا وموقف حاجات كتيرة جدا في حياتك. طيب نشوف نفسنا في المنام بنقتل الافعة ديت. نعرف على طول ان الحسد ده هينتهي. اه ان الهم اللي عندنا بازن الله هينتهي. ان الضيق اللي عندنا ان شاء الله هينتهي. وهتبقى حياتنا كويسة جدا بعد الرؤية ديت. لان انت كده اه الافعة ده زي حسد او سحر مسلا وانت تخلصت منه وقتلت الشيء ده في المنام. كمان اخوان اعزائي من الرؤية المهمة جدا رؤية الازان والاقامة في المنام. انك تسمع صوت الازان في المنام دي حاجة كويسة جدا تدل على انك مقبل على شيء مهم جدا في حياتك. الشيء ده حاجة كويسة. كمان الاقامة الصلاة بتدل على تمام الشيء ان شاء الله. يعني انت سمعت الازان. وسمعت اقامة الصلاة. يعني مسلا لو واحدة عزباء رأيت ان هي سمعت الازان وبرضو سمعت اقامة الصلاة. تتبشر ان ان شاء الله في ارتباط والارتباط ده هيتمن بزواج والله اعلى واعلم. اتمنى ان الفيديو يكون عجبكم وشكرا لكم على المشاهدة. والسلام عليكم ورحمة الله اشتركوا في القناة